سمن رئيس عبدالفتاح السيسي الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في تمكين القارة الافريقية من تجاوز الاثار السلبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا كما أكد الرئيس السيسي أن تجاوز القارة الافريقية للاثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا يصب أيضا في إطار حماية العالم أجمع من آثار هذه الجائحة مشيرا إلى أن مصر تعمل حاليا على إنتاج لقاحات كورونا سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الافريقية الشقيقة استنادا للبنية التحتية الطبية والتصنيعية ثم من الجهد الذي بذلتهم منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز الذي سيساهم في تمكين دولنا الافريقية من تجاوز الاثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة وهو ما يصب أيضا في إطار حماية العالم أجمع من آثار الجائحة أن هذه الخطوة تأتي تكريسا لما تقوم به مصر بالفعل على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الافريقية الشقيقة استنادا إلى البنية التحتية الطبية والتصنعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية والقادرة على استعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم موسيقى